وزير يتحول إلى عامل نظافة ويتصرف بتلقائية دون بروتوكولات أو لباس رسمية هذا ما حدث في الجزائر وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية صنعت الحدث بمشاركتها في حملة تنظيف أكبر حي في العاصمة الجزائرية وهو حي القصب العتيق الوزيرة الجزائرية شاركت برفقة عشرات المشاركين من شباب وأطفال في حملة تنظيف أقدم حيا في العاصمة الجزائرية الذي يرمز إلى مراحل تاريخية مرت بها الجزائر خاصة منذ الدولة الفاطمية ويعد متحفا على الهواء الطلق